لكن التحدي طبعا الخطير جدا وهذا بسود في كل المجتمعات سواء في الشرق أو في الغرب هو التحدي الأخلاق التحدي الأدبي أنبياء العهد القديم طبعا كانوا بيتكلموا ضد العبادة الوثنية كانوا بيتكلموا ضد الظلم الاجتماعي كانوا بيتكلموا ضد صفك دم الأبرياء وهذه الأمور لاحظ كلها بتصير إما بشكل ديني أو بشكل سياسي مما يؤثر على الوضع الأخلاقي بعج فيه محاسبة بعج فيه مصداقية فالإنسان يبرر أعماله دنيا من كذب وقتل وصرقة تبرر دنيا وهذا ما يحدث بالتحدي الأخلاقي طبعا شفنا إلي تحدى الملك آخاب الشرير وزوجة إزابيل اللي بسحرها وزناها كانت تغوي الكاثرين وهيرودوس اللي واجهه يحنى هيرودوس اللي كان عنده طمع وحب الرشوي وفي هذه الأيام أحبائي ما تغيرش الوضع اليوم نشوف الخطيئة عم تتفشى في كل المجتمعات الخطيئة كانت خطيئة منذ القديم لكن اليوم الخطيئة تشرع أخلاقيا تشرع طبعا قانونيا أقصد فإذن مثلا اليوم الشزوز الجنسي صارت القوانين تشرع والدين يعني إذا فيه تعليم اللي هيك تبقى مبهمة اللي بتشرع بعض الأشياء بطريقة غير مباشرة مشان هيك الكتاب المقدس كتاب صادق كتاب واضح ما فيوش يعنك تتبلبل تشك في الأمور الإجهاد اليوم ملايين عشرات الملايين في الشرق والغرب أطفال تقتل عن طريق الإجهاد ونقول ليش المجتمع عم بيهوي للحضيد بسبب الأخلاقيات التي تهوي إلى الحضيد اليوم في كتير دول عم بيسمحوا بزواج القاصرات طبعا في الدول الغربية أي شخص يعني بيحاول يتضجع مع فتاة إذا كان عمرها مثلا تسع عشر سنين يسجن وطبعا صيط الأخلاق بيكون يعني فضيع جدا فما بالك في بعض الدول عم تشرع بزواج القاصرات وهذه جريمة نكراء فعلا المجتمع لازم ينادي ضد هذه الأمور اشتركوا في القناة